وقع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين على البرنامج التنفيذي مع جامعة القرويين بالمملكة المغربية وبموجب هذا التوقيع سوف تستضيف مملكة البحرين فرعا لجامعة القرويين لتقدم العديد من البرامج الأكاديمية بمستوى الماجستير والدكتورة بالتعاون مع جامعة البحرين وأكد سعادة وزير التربية أن هذا التوقيع يشكل حدثا مهما حيث سيتم استضافة برامج تقدمها جامعة القرويين المغربية والتي تعد أقدم جامعة بالعالم كما أن البرامج التي ستطرح متنوعة وستسهم في خدمة الطلبة من جانبه عبر دكتور آمال جلال ممثل جامعة القرويين عن سروره بالتوقيع على اتفاقية التعاون بين المملكتين الشقيقتين مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يتيح الفرصة أمام الطلبة الباحثين في مستوى الماجستير أن يتلقوا دروسا من أستاذة من أساتذة من جامعة القرويين بفاس على نفس النهج الذي تسير به الدراسة في الجامعة اليوم تم الاتفاق على أن تقدم جامعة القرويين هذه الجامعة العريقة سواء من حيث تاريخها باعتبارها أقدم جامعة في العالم أو تميزها على الصعيد الأكاديمي سيتم تقديم برامج لمرحلة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعة البحرين وتم الاتفاق على آلية واضحة تبين طريقة العمل طريقة استضافة الأسادذة الكرام وأيضا آلية قبول الطلبة في مرحلة الدراسات العليا اليوم جامعة البحرين حرصت على التعاون مع مثل هذه الجامعة المتميزة وتطوير مخرجاتها التعليمية هذه الاتفاقية التي هي جزيد لمذكرة التفاهم التي كانت توقعت منذ ما يزيد على سنتين بين الجامعتين والتي ترمي إلى تأسيس فرع لجامعة القرويين بالبحرين وإتاحة الفرصة أمام طلب الباحثين خصوصا على مستوى الماستر والدكتوراه بأن يتلقوا دروسا وتعطيرا من أساتذة من جامعة القرويين بفاس على نفس النهج الذي تسير به الدراسة في هذه الجامعة في إطار هيكلتها الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر